أنا عارف لحضر لك عضو مجلس إدارة في اللجنة الأولمبية وأنا عارف اللي أنت على مائدة الحوار ما بتقبلش الغير تقول رأيك والصح وأنا مش بقول كده نفاقاً أو رياء ده مش ده معروف عنك فأنا عايز أفتح بعض الأسئلة عايز تتكلم فيها احتراماً أنت ضيفي ولازم أحترم وجاء عايز تتكلم فيها ولا مش عايز تتكلم لا أشوف أنا ممكن نتكلم بس أخذ بالك أنا هنا جاي أضيف للأهلي أنا أعده مجزة لجنة الأولمبية برضو لسأ محافظ على الكهان اللي أنا فيه أحترم ده يعني أنا أحافظ على المه pengحطب لكل عرض مجزة عندي سؤالين أستاذ جسر رياض عضو اللجنة الأولمبية اللي هو جسر رياض اللي هو جسر رياض أنا آسف وكان موجود في أحد النادوات وقال اللي بيعملوه النادي الأهلي صح وأنا عضو في اللجنة الأولمبية والنادي الأهلي الخطوات اللي ماشي فيها سليمة ومن حقي أنا موجود هنا بصفتي عضو في النادي الأهلي ومن حق النادي الأهلي ده كلام واضح وصريح من غير معرضه أنا عرضته كتير وقال من حق النادي الأهلي يعملها على يومين ولما يبقى فيه مئدة الحوار ده كلامي حيبقى في اللجنة الأولمبية الراجل بعدها ولا بيظهر بنت بتضحكه ولا بيظهر في برنامج ولا بنتلوم المكالمة ما بيردش خوفوه وشادي لأ بس لأ طبعا نحن عندنا أمانا كابتال عشان دي كلمة العدل عشان نوضح للناس أمور كتير جدا نتكلمنا فيه أولا نحن ما قعدناش مع بعضينا عشان نشوف ملف النادي الأهلي خلاص إيه ده اللجنة الأولمبية إحنا فيه عندنا لجنة محترمة جدا قولي الأسماء لو سمحت اللجنة الأولمبية عندنا المؤنس الشرمحطب الدكتور علاء مشرف الدكتور علاء جابر الدكتور خلية حمودة الدكتور عباس زونيم اللي هو السامح مباشر الدكتور شيفر عريان الدكتور علي حساب الله اللي هو جاسر رياض اللي هو السامح مباشر حمودة المصر ده أدولت بس لا عشرة عشرة وبعدين قبل كده كان المؤشر خالي زين أسماء شخصيات محترمة جدا كلهم خالي زين كان قبل المجموعات طب ما أنت كده يعني أنا مش عايز عشان أحترم وجهة نظرك اللي أنت قلتها لي أنت قلت لي حاجة غريبة جدا قلت لي اللي إحنا ما اجتمعناش ومالقرار راح للنادي الأهلي في الجريدة الرسمية بص إحنا عندنا لجنة قانونية مشكلة المهندس محمد دمرداش وبصراحة يعني يشكروا على المجود اللي بيبزلوه كلهم موقفوا مين من موقف النادي الأهلي لا ما سألتهمش حنينا أتكلم بصراحة أنا كنت فيها جنوبية أول إبارحة وكنت أقعد مع الأستاذ أحمد عبد المطلب والمستشار محمد دمرداش ما أقدرش أخش اللجنة ويأتكلم مع مستشار على النادي الأهلي لكن الممكن أتكلم مع المونسي الشام حاطم إنما صحش أتكلم معه طب انت بتقول لي كابتل اللي أنتو ما اجتمعتوش أساسا كويس طب الكرارات دي تلعت إزاي من غير ما تجتمعوا كله معناها اللي من وراك وحصل الكلام ده بص فيه فرق فيه فرق النهارده اللي كرارة طلع من خلال اللجنة زي أيه زي نادي خبال هقول لحدك الحاجة أنا أحترم فيك الجملة مهمة هقولها دلوقت طيب فيه عمل جماعي وانتو قاعدين مع بعض أخذتوا القرار حيطلع القرار كذا لا ما فيش قرار حادك قلت لي ما فيش قرار ما خدناش قرار ما خدناش قرار وما اللي اتنشر في الجريدة الرسمية ده بقول لك بص الحصة الكلات إحنا خدنا قرار بتاريخ تمانية ستة كان في رمضان كان الساعة خمسة اجتمع والفطار الساعة سبعة قالونا جماعة نقعد ساعة عشان نشوف اللجنة الموضوع الشهدية ده نشوف قصته ايه وترتيب ايه ونعمله القصة دي كلها فجينا الساعة خمسة هي ساعة فأنا مضيت بس بعد ما مضيت قلت أنا غضبت لنا مضيت اللي أنا كنت لازم أسترجع كل البنود وكل المواد الداخل القصة دي كلها لما جات بقى مراكس الشباب أنا ما كنتش موجود الحاجة بقى السيئة السيئة إلا أنا بعيداً على النادي الأهلي الليحة الشهدية بالنسبة للأندية هي بالنسبة للشاركات الشاركات أو دي كارسة دي كارسة خب بالك أنا قلت المحاطة بالتوين بأس محاطة مذيков تحط الليحة بتاعة الشركات أكون أنا موجود إلا أنا ابني الشركات أنا مول عرب أنا بترجد فأنا ابني الشركات يعني أنا عارف المجالي سيلا بتعمليه وقصطي محتوطة وهم هيا هي 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 وده م twisted وده الغلط خب بالك شدي خب بالك عشان بأمانة ما نظلمش المهندس الشامحة هم المين اللي عمل الليحة مين اللي عمل الليحة الوزارة احنا ما عملناش حاجة احنا ما عملناش حاجة الوزارة اللي عملت الليحة دي احنا ما عملناش حاجة كاللجنة الولمبية كابتن معلش حضرك عضو في اللجنة الولمبية عشان كل جماهير الاهلي انا معرفش اللي احنا نتكلم في الموضوع اصلا ومش مخططين الكاملة اللي عايزين نتكلم كورة والتراجي وبتاع فلو سمحت مين اللي عمل اللايحة الاسترشادية الوزارة الشباب برياضة احنا بصمنا عليها في ساعة كان قبل الفطار انا بقولك اهو بالزبط كده حتى حاولنا نتناقم فيش وقت فيش وقت خبالك فيش وقت الوزارة بص عشان مزمش المهند الشامحطة واللجنة المنبيه جماعة احنا 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 جماعة في حاجات غزب عننا عملناها عشان خاطر الظروف وتنصيقا ما بين الوزارة والمهند الشامحطة لكن احنا عملناها مهند الشامحطة مزدوم في حاجات في الجدد انا حطر لايه اعتراض على حضرت اول حاجة اول حاجة حضرتك بتقول لي الوزارة هي اللي عملت احنا بصمنا فده حاجة حضرتك قلت لي انا بسأل حضرتك دلوقتي على ازاي تحطت في الجريدة الرسمية وانت قلت لي عشر افراد وانا قلت لك كلهم اسماء محترمة قلت لي ما نعرفش حاجة ده القرار ترع من غير ما نعرف ده كده ادي موقفين طب عندي حاجة جات في بالي دلوقتي عشان النادي الاهلي حيلجأ للجنة هيكسب المنازعات في اللجنة المنوبية الدولية اللجنة المنازعات المفروض فض المنازعات بر لا فض المنازعات هنا مين اللجنة بص لأ انا عايز اعرف انت حالك عضو في لجنة المنوبية عشان خاطر ريحني وريح جمعيير كتير انا هريحك انا هريحك بس في حاجات ما انفعش اقولها شادي ليه ما انفعش ما علش حفاظا كابتن الموضوع ده خطير متعلق به جمعية عمومية محترمة اعلاميين زايده اه الضمير الضمير مش موجود انا انت عارف بتزبط ايه كابتن بتزبط لي دلوقتي قدام مصر وكلها انت وطني في حاجات ما انفعش انا مش عايز انفع بس نوضح للناس طيب الناس اتهمتنا احنا احنا ولاد الاهلي اللي على باطل اتهمونا اللي احنا بننافق وتابع مجلس فلان وتابع مش تابع مجلس فلان يا كابتن انت بتقولهولي ده بينصر صوت كلمة الحق في البلد دي كويس كويس انا بسأل سؤال اللجنة اللجنة كابتن في لجنة اللي النادي الاهلي عيروح لها اتشكلت انسى اللجنة دي خالص لا مفيش في لجنة مين في لجنة حولك عليها احنا 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 ايه اللي دخلنا في مشكلة دي حاجتين اتنين ايه هم تعند من اللجنة الاهلي وكبر من نادي الاهلي قبالك عشان مكبرت واضحية اللجنة الاهلي تعندت ليه مش عارف من نادي الاهلي من مساندة الوزارة ليه لا النادي الاهلي نفس القصة ليه انا النادي الاهلي معلش انحقه بس عايز اعرف نقطة مع النادي الأهلي ليه لا ما أنا حقول لك هو لا ما هو فيه اتنين أنا النهاردة مش جاي يعني هاجم لجنة أولمبية ولا دافع نادي أهلي أو العكس الموضوع جاب الصدفة ماشي بنا جاي هو أنا جاي لك واحد واحد النادي الأهلي برضو تعامل موضوع بكبر أنا عندي لجنة أولمبية وعندي وزارة دولك كيان كبير لازم أتعامل معها برضو كبير مهما كنت أنا كبير أنا عندي منظومة وأنا متفق أشتغل بيها الحاجة الثانية أنا كالجنة أولمبية وأنا قلت الكلام ده موانس الشام حطم ما نفعش أتعند مع نادي الأهلي ليه؟ ما عندكش حاجة في الليحة ولا في القانون تمنع نادي أهلي يعمل الانتخابات على يومين بالنسبة للمشين الانتخابات اللي هي التصويت على الليحة الليحة بتاعت النادي خلاص فأنت ما عندكش الكلام ده ما عندكش الكلام ده يا أنت في الآخر أهلي عمالي على يومين الأهلي 160 ألف ونادي المطارية في الدهلية 330 أعمل نادي الأهلي زي نادي المطارية في الدهلية ده 330 وده 160 ألف ما برضو لازم يا جماعة لو جاء 50 ألف مرة واحدة هيقفلوا الجزيرة لو جاء 5 ألف افد النادي الأهلي النهاردة جلو جاء المية وستة ألف جاء 5 ألف هيقفلوا جاء يلا معا إحنا برضو أنا بقول له بمطالة أمانة إحنا كلاج الأمبية ممكن بعد الكلام ده ما يطلقش تاني لو إحنا لا أنا ما حدش يمنعني لا 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 أنا ما عارش يمنعني أستغلق أحد يمنعني لا يجرأ أحد يمنعني أنا أتكلم أنا أتكلم كلمة اللي أنا اللي أنا شايفه إحنا كلاج الأمبية تعا quyروبنا مع الأهلي بطريقة مش كويسة الأهلي تعاملوا مع لاجن الأمبية بكبر وده ما صحش لأهلي كان كبير وكان إحنا نحترمه ولاجن الأمبية كان كبير واللابد نحترمها لكن الغسف للأسف للأسف يا شادي أن خصل في النص هنا في ناس كان أهل شر بعده بين الاثنين وشام حطم رجل طيب بدا على فكرة وما قلت له كان عنده استجابة ويشوف القصة إيه لكن في حد يدخل هنا فرق الاثنين النادي الأهلي كيان محترم لا ما شعر بقى تسأله هو لكن أنا ما جيت ناس مقصد ممكن أن تلاقي عندك حد موظف يعني يحرق لك القصة كلها يحرق لك القصة كلها لكن أنا بقول لحضك النادي الأهلي كيان محترم ولابد أن يتعامل بلجنة أولمبية بحترام لجنة أولمبية كيان محترم ولابد أن نادي الأهلي اللجنة أولمبية يتعامل بلجنة أولمبية بحترام لكن أنا شافة كما عامل موضوع صحيح جدا أنا أنت handle يقدر يقول بكرة اللجنة الأولمبية يقدر يقول بكرة للدنيا تحلت والأهل قانونيا كان صح زي كما حضرتك قول لا مش هادروا كده لا يقدرش يقول كده ليه بقى ليه السبب يا حبيب فيه تعنوا تسمعني كويس لا ندقها هيتنازل بكبره ولا اللجنة الأولمبية هتنازل فالنهارده الهفصل فين فضل المناسعات تعالها بقى روح اللي هي هنا في مصر اللي هي في مصر الأول اتشكلت اتشكلت مين اتشكلت اتشكلت المهندس الشام حطب الرئيس مين اه وفيه طبعا مساعد زياد الدفاع وامضوح شهين اللي هو امضوح شهين وفيه الدكتور حسن مصطفى كابتن عصام عبد المنعم يعني دي 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 تشكلت امتا مجلس الإدارة عارف ما مش عاوزين نخش في كل الصباح بص الشهادة بص الشهادة كابتن ده السؤال الأخير وعايز السراحة فيه انت صار يحمل بداية عشان ده قدام ربنا والله العظيم دي شهادة للتاريخ اللي حداك بتقوله مجلس إدارة اللجنة الألمبية عارف بالتشكيل ده لا مجلس إدارة النادي الأهلي موقفه سليم ولا غلط اللي هو عمله عشان خطر أعداء جمعيته العمومية شوف بالنسبة للجمعات الخاصة النادي إلا هيكسف الآخر لو التجأ إلى ليه ليه إيه الهدف إحنا كلاجنة الألمبية من الليحة دي تعظيم دور جماعة العمومية الهدف منها أنا بعظم دور جماعة العمومية فأنا بجأ عظم دور جماعة العمومية طيب أنا يجي على مين بدلا هو داخل في إطار القانون وداخل في إطار منظومة أنا عاملها خلاص يا جماعة إذا ما قلت لك إحنا عاوزين واحد كابتن حمادة سؤال أخير في الموضوع ده كابتن حمادة سيدة الوزير خالد عبد العزيز نعم أثر على موقف المهندس الشام حطب لا أنا مش عاوز أقول كده أنا عاوز أقول لمهندس الشام عبد العزيز أنت راجل محترم خالد ولا عشان مهندس خالد خالد راجل محترم ورمز بتمثل الرياضة وإحنا كلنا فرحنا كلنا فرحنا لما قانون الرياضة ظهر وبان طب أنت ما بنتبقواش ليه على الاتحاد الكور يعني أنا أقولك يا سيدة الوزير ومنتهى الصراح والمدة رقم 2 واضحة حضرتك راجل محترم وقانون ده طلع من جهات محترمة النواب وسيدة ريس الجمهورية وإحنا كلنا فرحنا راح للأنوكا للأسوفت اللاجنة الوبيئة الدولية باركوا القصة أنت ما تبطوش ليه على الاتحاد الكور ده سؤال بطرحه كاعدوا لاجنة الوبي عليك تروح بقى حدك تقول لي وفق أوضع كلام ده يا فندم أنا حافظه أنا راجل بتاع لوائح برضو متنساش أنا في لاجنة الوبي وحارف القصة أي حاجة غير الاتحاد الكور ما عميش الداخبات قبل 21-11 إحنا بنضرب القانون في الحطة وإحنا بلد مش بلد 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 لماذا نقول بلد إحنا كرياضة خلاص بقى ما نتكلمش في القانون ما نتكلمش في العدالة فيش أي حاجة اتحاد الكورة لو ما عميش الاتخابات قبل 21-11 يبقى نحنا ناس بنهارك طيب كابتن آخر حاجة هاقفل بيها الموضوع ده خالص طيب مجلس إدارة النادي الأهلي دعا انحاز لجمعيته العمومية وعمل الجمعية بتاعته على يومين 25-26 نال وقف ايه مشكلة 25-26 موقف إدارة النادي الأهلي وانحيازه لجمعيته العمومية كحمادة المصري نجم كرة القدم واللي بصفة اللي أنا بسأله السؤال ده عضو اللجنة الأولمبية اللي عمله مجلس دارة النادي الأهلي قانوني وانحاز لجمعيته العمومية اللي حضرك قلت من شوية اللي هي بتتعاني يعني أساس اللي هو يحدي عشان تعظيم دور الجمعية العمومية كموقف سليم أم خاطئ أنا سؤالي لا عليش ما أنا حقولك بس حقولك 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 قانوني أم قانوني هو النهاردة إيه اللي يمنعه هل القانون يمنعه لا خلاص فقدك أنت قلت أنا عندي مادة في الليحة أو مادة في القانون تمنع أي انتخابات على المين عندك لو عندك يبقى أنت تعديد القانون يبقى أنت غلط لو ما عندك شي يبقى أنت حر أنت بتعظم دور الجمعية عمية والكلمة كلمة كلمة الجمعية عمية هي صاحبة الكلمة الله مش إحنا بنك مش إحنا عملنا لجنة ثلاثية عشان تدير الرياضة في مصر في ظل غياب القانون طيب إحنا النهاردة ما فيش لجنة ثلاثية عندنا قانون وبنشكر الدكتور حسن مصطفى على الفترة اللي كان موجود فيها وبنشكر المهندس شامحطب ومهندس خلد عزيز كلهم ناس محترمين وقدروا الفترة بحينكة وحاجة جميلة جدا عندنا قانون طب ما نطبقه هالي النهاردة النادي الأهلي هي اللي أساسا مؤرد اللجنة الأولمبية هيدورها تعمل لواحي استرشادية وما نتكلم بقى بصراحة بقى بص إحنا تحطينا في موقف بس إحنا لازم نشيله بص إخالي إحنا في البلد والبلد ما تستحملش كالحاجات كتيرة جدا ولازم نقف معها فإحنا خلاص بيننا حنشيل وفيه حاجات من فعش تقالها وفعش تقولها وفعش تعدها لكن في الأول وفي الآخر هل ينجي الأهلي يا جماعة النهاردة واللجنة الأولمبية الصراع ده أجاب حاجة يعني إيه الصراع ده يعني أنا كل التلفزيات نخلق أهلي ولجنة الأولمبية على إيه على إيه على يومين على إيه قصة هل الأهلي نهاردة اخترق القانون اخترق اللوايح ما هعزين نعرف بس لو فيه كده يطلع لجنة الأولمبية وأنا عدو فيها بيان عشان أنا أساند الأهلي اخترق القانون بمادة رقم كذا أو البند رقم كذا فيه كذا 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 فبالتالي أنا أقول لنا ده أهلي أنت غلطان لكن النهاردة الأهلي عمل إيه الأهلي بعظم درجة مع عمي الله أنا عاوز النهاردة مئة وست ألف يكون موجودين أشادي عشان يدلوا بصوتوهم في الجماعية أنا عاوز أعمل ليحة توصيع قعدة المشاركة وكل أندية ده عندك كارسة فيش حمادة النادي الأهلي وأنت أكتر واحد أنت ملم أنا أتفاجأت بكلام حضرتك بس أنت النادي الأهلي بقراره ده كان وقف ضد الدولة في حاجة لا الدولة الدولة محدش يدفضو ده بشان تبترح الدولة بيتقالك بيتروج لا لا الدولة كبيرة مصر بلدنا كبيرة والحمد لله تقدر تعمل أي حاجة محدش يقدر يقصل أنه وقف ضد الدولة الكيان بتاعنا مصر كيان كبير ما ناخدش كوت القدم لكن إحنا عاوزين نساعد الدولة إحنا اللي عاوزين نساعد الدولة شهادة إحنا عندنا مشكلة شهادة عاوزين نحب بعضنا شهادة عندنا مشكلة خطيرة جدا تعرف لو فيه اللقاء حصل لقاء بمؤدة وحب للبلد وحب للكاس ما بين اللجنة ومبير الأهلي خلصت القصة خلصت أنا أقولك فيه عناد من اللجنة موبية وفيه تقبر من نادي الأهلي على إيه وكل ده إيه ما التقبر كده على حق كابتن مخباردي أنت تكبر على حق loud انهار ذا بتقولت لي فيه شياطين دول اللي هم أهل الشر أهل الشر اللي عمالين ما هم أهل الشر اللي فى النص دول اللي عمالين ملايكة هم ماذا فى رchodقولنا حسب صدود برضو مؤثره ومشكله عشان كده يعوهوا έχنا عايزين اتحمسوا ل reais لو أنا خدت النهاردة قرار مع عدينة إحنا كلنا موفقين على القرار ده لكن فيه قرار بتتاكل ده مش موجود فبالتالي أنت ما تعرفش عنه حاجة كابتن حمادة المصري نازل انتخابات التحدي الكورة زي ما أردت في أحد الصحف شوف أنا النهاردة أردت من يومين إن فيه قايمة معمولة بقيادة الكابتن شوبير وأنا موجود وكابتن دكتور كرام كورتي فبيسألوني النهاردة يا كابتن كذا كتيرهم والله يسألوا الكابتن شوبير أنا ما قلتش القصة ده كلها لكن إحنا كان فيه جلسة بيني وبين الكابتن شوبير والدكتور كرام كورتي وطبعا كان معانا في التليفونات الحاجة محمود الشاب حتة النزول ومش النزول آه إن شاء الله بيزي الله أنا ننزل بس حتة القايمة هيسا فيه تنصيق وإن شاء الله بيزي الله الأحسن يبقى موجود بيزي الله تبسطت من الحوار مع حضرتك حمادة المصري أنا طبعا تربطني بك علاقة قوية أكيد باحترم حضرتك وبعد الكلام اللي أنت قلته النهاردة كلمة الحق معزتك زادت أكتر واحترامك عند الأهلوية كلهم زادت أكتر لأن كلمة الحق هي اللي حتمشي في البلد دي إن شاء الله بس أنا بشكرك يا شادي وبشكر القناة النادي الأهلي بتمنى الأهلي التوفير في مرات الترجي اللجنة المنبيية يا جماعة خدوا بالكم مظلومة في حاجات كبير جدا وانت شامحة طب يعمل مجهود كبير جدا واللجنة اللي موجودة لبحث النواندية بتعمل مجهود كبير جدا 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 أرجو من الجميع يتفهم الأمر ده لجنة الأولمبية بتشتغل بس قد بالك فيه مؤثرات خارج اللجنة الأولمبية حوار مهم جدا مع عضو اتحاد الكرة السابق كابتن حمد المصر وعضو اللجنة الأولمبية بالصدفة ما كناش مجاهزين اللي احنا نسمع الكلام ده النهاردة وسمعنا كلام مهم جدا يأكد على موقف النادي الأهلي سليم 100% من قبله كان فيه اللواء جاسر رياض جاسر رياض وكان لي يحوار معانا وقال نفس الكلام ما قدرش أقول غير جملة واحدة الرجل قال كلمة محترمة جدا احترمه عليه قال لجنة وبصلنا لكن اللعبة تلعبت لكن الأهلي مش متكبر أنا احترم ديوفي في اللي يقولوه لكن الأهلي كبير كبير في الحق يا أهلوية يلي قلنا لكم مرة واثنين وثلاثة نديكوا على حق لكن كرهوكو للأشخاص وكرهوكو للأفراد وكرهوكو لناس معينة عماكو عن حبوكو للنادي الأهلي لأن الأهلي لما ياخد قرار سليم وفيه حق طبيعي ما ضعبش موقف نادية أقف في دهره بمنتهى القوة يا بش مهندس خالد عبد العزيز مرة واثنين وثلاثة ومليون بعد كلام الكابتن حمد المصري النهاردة ومن قبله ست اللواء جاسر رياض محتاج اللي حضرك تراجع نفسك المهندس الشام حطب أنا قلت قبل كده أنا عارف اللي حضرتك اللي هي حل استرشادية ما لكش دعو بيها زي ما الكابتن حمد قال عارف اللي هي جاي لك من الوزارة على عكس الكلام اللي في القناة بيتقال بدليل مقابلة المهندس خالد عبد العزيز ووزير الشباب والرياضة مع المزيعة المتقلقة لميس الحديدي وهو بيوجد حلول للنادي الأهلي بعد لما اتعرض فيه اللي حال فيه الجريدة الرسمية ده اتهام واضح من برنامج القرى والجماهير اللي النادي الأهلي كبير تعنته معاه وحصل أمور هنتكلم فيها لكن بعد ماتش الترجي ترجمة نانسي قنقر